اعتبرت الجمهورية اليمنية استمرار التعنت وسياسة المماطلة من قبل ميليشيات الحوثية الانقلابية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد منذ توقعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام قبل الماضي تأكيدا على عدم جديتها في تحقيق السلام وتحدي لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها منذ بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام قلسة مجلس الأمن الدولي كما تعبر الحكومة اليمنية مقددا دعمها لجهود السيد مارتن جريفتس المبعوث الخاصي لليمن للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع مبنية على المرقعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارة 22-16 كما أن التصعيد الخطير والخروقات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق عادة الانتشار في الشهر الماضي ومستشفى الطباب لا حدود وقصف مطاحن البحر الأحمر غير مبررة وغير مقبولة ويجب أدانتها واتخاذ موقف حازم من قبل هذا المجلس تقاه هذه الخروقات والتصرفات التي تعد تحدي سافر لكل القهود الرامية لتحقيق السلام السيد الرئيس تبدل الحكومة اليمنية قهوداً كبيرة بتوجيهات من فخامة الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة من الإشقاء في المملكة العربية السعودية لتقاوز العقبات التي تعترض تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتحرص على تنفيذ بنوده وفقاً للتراتبية المتفق عليها ودون انتقائية وجرت توقيع خلال الأيام الماضية على مصفوفة الترتيبات الأمنية والعسكرية برعاية حثيثة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقيادة المملكة العربية السعودية وفي هذا الصدد نثمن عالياً الدور الأخوي للإشقاء في المملكة على دعمهم المستمر لليمن وسعيهم في مختلف المجالات والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية وما بذلته المملكة من قهود للتوصل إلى اتفاق الرياض والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والإصلاحات وتوحيد القهود وتوقيه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في اليمن ذلك المشروع الذي تسبب في كل ذلك الدمار والفوضى التي تشهدها اليمن والولوج نحو بناء يمناً اتحادياً جديد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل إن تدخلات النظام الإيراني ودوره التخريبي في اليمن من خلال علاقته الوثيقة بالميليشيات الحوثية أصبحت واضحة وجلية مما يشكل تهديداً لأمن استقرار اليمن والمنطقة والأمن والسلم الأقليمي والدولي اشتركوا في القناة